السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في قناتي MDG نتوركان ذاتي في الفيديو هذا من سلسلة الأمن السيبراني حنتكلم عن موضوع يعتبر مهم وحيوي لكل مستخدم الكمبيوتر والإنترنت وهو البرمجية الضارة قزي المالوير فيروس ترويجان وارم سبيوير رانسوم وير وادوير حناش رحلوا على المختلفة هذه ونلاحظ أن معظم الناس حتى المتخصصين يخلطوا بيناتهم اليوم حناش رح كيف يخدم كل واحد فيهم شل فرق بيناتهم وهم شي كيف ممكن نحموا نفسنا ضدهم هيا نبدو أهلا بكم من جديد قبل ما نبدأ نتمنى أنك تشترك في القناة لو مش مشترك فيها وتتعمل الفيديو بعجاب لو عجبك وتفعل زر الجرس بش يوصل لكل جديد لو عندك استفسار أو راي يريد تشاركنا بيه في الطعليقات كويس نوال الموضوعنا خلي نبدو ونشرحو شن يعني مالوير أو ما يعرب باسم البرمجيات الغبيثة نبدو بتفسير الاسم مالوير هو اختصار لكلمتين مالشيس سوفتوير مالشيس يعني خبيث سوفتوير يعني برنامج ومنها نجد البرامج الخبيثة أو المالوير البرامجيات الخبيثة هذا مصطلح عام يشمل كل شيء زي الفيروسات والديدان والتروجان وغيرها يعني هو شيء يستعمل لأي برنامج ممكن نسمه يضر الجهاز أو ممكن يضر حتى المستخدم طبعا في أكثر من نوع للبرمجيات الخبيثة هذه زي الفيروسات فيروس وورمز أو ديدان تروجين أو حسان طرواضة برامج الفذية أو رانسوموير برامج التجسس سباي وير وبرامج الإعلانات أدوير هذه كلها تعتبر برامجيات خبيثة ولكن في هلبة فرق بينتهم هنوضحوه في الفيديو هذا الفكر الأساسية والهدف الأساسي من البرامج هذه هو الحق الضرر بالجهاز أو المستخدم وممكن نقوله حتى صرخة المعلومات أو الحصول على بينات حساسة كويس نبدو بأول نوع معنا وهو الفيروس أو الفيروس الفيروس هو نوع من البرامجات الخبيثة الضارة اللي تتكاثر في الجهاز ولكن الفكرة الأساسية إنه يخش للجهاز عن طريق إدخاله في ملفات أو برامج تانية يعني أول سؤال مهم بالنسبة للفيروس كيف يخدم الفيروس؟ الفكرة بسيطة الفيروس يخدم لما تمشي تنزل برنامج زي مثلاً مشغل فيديوهات بيكون البرامج هذا مصاب بفيروس حتى تعتقد أنك أنت نزلت برنامج مشغل فيديوهات وتفتحه وفعلاً يطلع لك برنامج مشغل فيديو ولكن الحيلة إنه مع البرامج الأصلي يتم تنفيذ كود أو شفرة خبيثة مدموجة في البرامج هذا وهذا الشيء هيسبب ضرر بالنظام أو الجهاز وأكيد بيانتك الموجودة فيه ثاني شيء هو كيف يتكاثر الفيروس؟ الفيروس يتكاثر في الجهاز زي ما يتكاثر في خلايا الإنسان يعني الفيروس ينسخ نفسه في أكتب الإمكان يعني حتى لو انسحت الملف الأول اللي خدمت منه الفيروس فهو حيكون نسخ نفسه في أكتب الإمكان ومن الصعب اكتشافه والمعلم المهمة في طريقة خدمته إن الفيروس ما يخدمش بروحها يعني قد يكون موجود في ملف جهازك أكثر من فيروس وقد يكون ملف هذا مصاب ولكن ما يتفعلش لين أنت بنفسك تنفذ البرنامج أو الملف المربوط بي بي في سؤال تاني يعتبر مهم وهو الفيروسات هذه كيف تنتشر؟ الفيروسات تنتشر عن طريق تبادل الملفات قد يكون أن انت نزلت برنامج من مصدر غير موثوق أو من الانترنت أو ممكن من خلال المواقع المصابة بفيروس ثاني شي معنا هو تروجين التروجين أو التروجان هو اسم مأخوذ من القصة القديمة الكلاسيكية متعغزوا مدينة ترواضة من اليونانيين ومشقدروا يخشوا للمدينة هذه ويتجاوزوا الدفاعات متاحها صنعوا حصان خشبي كبير جدا وذسوا في مجموعة كبيرة من جنود النخبة وأول ما يخشوا المدينة سيطروا عليها إذن كتعليف تقني حصان ترواضة هو برنامج يتنكر في شكل تطبيق شرعي تاني يعني زي زي الفيروس يعني برنامج متضمن فيه برنامج تاني أول ما تفتح البرنامج هذا يتفجر ويؤدي الوظيفة متاعه ولكن لازم تفتح بنفسك ما يخدمش بروحها الفرق الأساسي إن التروجين ما ينصخش نفسه زي الفيروس يعني ما يتكثرش بروحها في النظام يعني هو ملف واحد لو مساحته قطيت على التروجين كويس الجوة الأقطط كيف يخدم التروجين التروجين هو برنامج لما تحمله وتشغله في جهازك يقدر يفتح ثغرات في النظام ويسمح المهاجم بالتحكم في جهازك أو سرق المعلومات الموجودة فيه مثلاً ممكن نزله برنامج شكله زي إنه مشغل وسايت أو مشغل فيديو أو برامج أدوات مساعدة للجهاز مثلاً أو برنامج زيانة سرعة الجهاز أو برنامج مضاعف تذاكير رام أو أي برنامج واهمي لتشغيل ملفات مقفلة بكلمة سر وكل هذا كله يتم خداع المستخدم لتشغيل التروجين ثالث مالوير معنا هو الديدان أو الورمز الديدان هي نوع آخر من البرمجية الضرة وهي تشبه الفيروس بأنها تنسخ نفسها وأكيد حد سبب ضرة في الجهاز ولكن الفرق الأساسي إنها من جيش متخفية في برنامج تاني زي الفيروس والتروجين بكيف تخدم الديدان؟ الديدان تتكاثر وتنتشر تلقائياً في الشبكة وعلى أغلب يتم خداع الشخص ليفتح البرامج هذه عن ديق الهنسة الاجتماعية واللي إن شاء الله هنتكلم عليه في فيديو جاي بإذن الله بالنسبة للانتشار إذن تستغل ثغرات الأمان في الأنظمة بدون ما تحتاج إلى موظيف أو شخص ينقلها والأضرر اللي تسببها نهي ممكن تسبب لك بطأ في الشبكة أو الجهاز أو حتى تعضل النظام بالكامل بالنسبة للرانسوم وير أو برامج الفيديا هو اسم مشتق من كلمتين رانسوم تعني فيديا وسوفتوير اللي هو برنامج دا مش هما بعضهم يعطينا مصطلح جديد رانسوم وير أو برامج الفيديا وكتعريف وضيفي برامج الفيديا هتخوش لجهازك تشفر بياناتك وتطلب منك فيديا فلوس رقمية باش تفكلك التشفير باي كيف تاخد برامج الفيديا بمجرد الإصابة وتنشط البرنامج البرنامج هيشفر الملفات المهمة في جهازك ويحافظ على ملفات النظام يعني هيشفر ملفاتك الشخصية الموجودة على الجهاز أو أي قرص راكب في الجهاز بأي طريقة سواء كان هذا القرص داخلي أو راكب على طريق يوسبي أو في قرص تخزين مربوط بالشبكة أي شي عند القدرة على القراءة والكتابة منها حيتم تشفيره بعدين يطلع لك رسالة تطلب منك الدفع مقابل فك التشفير وزي ما قلت الضرر واضح إنه حيسبب فقدان البيانات اللي موجودة عندك وممكن يسبب في خسائر قيمة مالية كبيرة طبعا الحل الوحيد للحماية هو وجود نسخ احتياطية للبيانات في أكثر من أمكان غير قابل للتلاعب والاسترجاع والهم من هذا كله اكتشاف مصدر البرنامج ويقاف تنفيذه من جديد باش ما تريدش بكب وتفتح البرنامج وتعود نفس القصة من جديد طبعا هذه الفكرة البسيطة على مستوى الأجهزة الشخصية وكيد في حلول ثانية أكثر تعقيد وأكثر فلوس بالنسبة للشركات النوع الجاي من برامج الضرة هي سباي وير أو برامج التجسس كتعريف هي برامج تستخدم للتجسس وجمع معلومات عليك بدون علمك ما كيف تخدم برامج التجسس أو شل هدف منها يمكن أن برامج التجسس تتتبع الأنشطة متاعك على الإنترنت وتسرخ كلمات المرورة متاعك وتجمع بيانات شخصية أو تعرف عددك لما تستعمل الكمبيوتر شل الموقع التي تفتح فيها شل الحاجة التي تكتفى على الكيبورد وغيرها من الحاجات باختصار برامج تجسس بالنسبة للأضرار في أنها تؤدي إلى انتهاك الخصوصية وسرقة الهوية متاعك على الإنترنت ولكن ما تسببش ضر للجهاز نفسه وأخيرا في عدنا برامج الإعلانات أو الأدوير برامج الإعلانات هي برنامج تعرض إعلانات بشكل متكرر ومزعج بالنسبة للمستخدم كيف تخدم؟ حتى بتتعرض لك في إعلانات غير مرغوب فيها في التطبيقات أو المتصفح باستمرار قد تكون أشياء غير أخلاقية أحيانا والضرار متاحها ديما يكون يسبب بطء في الجهاز ما الوقت إذن هو من الشيء حيخرب منك بيانات هو شيء حيدي أعطي فيك في إعلانات وحتى تتعب حلبة باش تذكرها وبعد ما عرفنا النوع المختلفة للبرامج الضرار خلينا نتكلموا على كيف ممكن نحموا نفسنا منها أول شيء هو التحديث البرامج لازم تحطه في بالك أنك أنت ديما تدير في تحديث لنظام التشغيل ورامج الجهاز بانتظام باش تذكر أي ثغرة قد تؤدي لاختراق الجهاز وثاني شيء هو استخدام برنامج مكافحة الفيروسات أنتي فيروس أنتي مالوير أكيد في برامج مجانية قد تؤدي الغرض ولكن ديما نفضل في أنك أنت لو تستعمل نظام متشتريف زي ويندوز فننصحك أنك أنت تستثمر في برنامج مدفوع ويكون موثوق لمكافحة الفيروسات ثالث شيء نخلوا في بالنا أن الوقاية خير من العلاج ديما تحطوا في بالكم أن تبعية المستخدم يعتبر موضوع مهم جدا باش تجنب فتح أي شيء قد يكون ضار بجهازك تجنب فتح أي روابط غير موثوقة وديما خليك حذر لما تفتح روابط وصلتك من الإيميل أو رسائل المحادثة الرابعة شيء ويعتبر مهم جدا هو عمل نسخ احتياطي ديما خلي نسخ احتياطية من بياناتك في أكتب الأمكان وانا اتكلمت عن نسخ الاحتياطي للبيانات في فيديو بيطلع لك أهني ونخلي رابط متاعه في الفيديو الوصف أو صندوق الوصف خامس نقطة هي استعمال جدار الحماية ديما فعل جدار الحماية الموجود في جهازك واردبالك تسكره ومتوثقش في أي اتصال حتى لو كان معاك في الأجهز اللي في نفس الشبكة هالي كانت النبذة للنواع المختلفة لبرامج الضارة مالويرز والفارق بياناتهم وكيف ممكن نحموا نفسنا منهم نتمنى ان الفيديو هذا كان مفيد إلي تنشاركوه مع الناس يتعمل فايدة نتلاقوا إن شاء الله في فيديو جاي سلام عليكم